احنا هبدأ من الاخر للأول اخر قضية اللي كان متورد فيها رجال اعمال كبار واللي اتعرفت اعلاميا بقضية الدهب الكبرى تاني حاجة الاجهزة الرقابية والامنية برضو وجهت ضربة كبيرة لمافيا الدولار والدهب في السوق السوداء لما وقع في ايدها اكبر تاجر في الساغة وبيقولوا عليه امبراطور الدهب زي ما بيسموه مسكوه متلبس ومعاه 160 كيلو دهب والدهب بقى اللي معاه مش مدموخ واكتشفت الاجهزة كمان انه امبراطور الدهب ده بيشتري دهب خام من مين؟ من تجار التنقيب عن المعادن في اسوان وطبعا بيكون جاي بطريقة غير مشروعة بر بقى مش عارف ايه ما معرفش موضوع كبير اوي وداخل فيه تجار وشبكات كتير اوي من اسكندرية الاسوان والاجهزة الامنية شمعت المحلات بتاعتهم وبعد الابض على امبراطور الدهب بصوا بقى حصل ايه كمان الاجهزة الامنية زبطت جزء تاني من عصابته وهم بيعملوا ايه بيستلموا صفق الدولارات في الجيزة ومن ساعتها الابض على التاجر الكبير ده بقى حديث الساغة وسوق العملة واحنا بنقول الدولار ويروح فيه دول بقى ما في السوق السوداء بعد سقوط امبراطور الدولار والدهب عصرت مفاجأة تانية في عبدين وادرت الاجهزة الامنية تقبض على ايه عصابة كبيرة بالتاجر في الدولار في حالة تلبس وبمبالغ كبيرة من الدولارات وده كان فين في عبدين طبعا اللي قلتلكم عليه ده كله معروف جدا ومنتشر ما بين التجار والاسواق بتاعة العملة والدهب وده بقى خلى التجار واللي بيتعاملوا بطريقة غير شرعية يدخلوا كحورهم ويتلموا يدخلوا كحورهم ويتلموا واللي ما تلمش جات رجله ما هو أصلي يا جماعة الجشع بيجيب جشع والمكاسب بالمليارات بتعمل حالة من الجوع والفجع والجشع برا إرادة الإنسان بيتحول لحاجة تانية مش عايزة أقولها يا جماعة أي تاجر بتثبت عليه تهمة الإتجار في العملة بيتم مصادرة كل المبالغ اللي عنده بيشوف مصدر صروته فين وممكن يخسرها كلها وده بسبب إيه تجارة العملة آخر حاجة بقى وأهم وأقوى أجهزة الأمن أبطت على رجل الأعمال وزي ما قلتلكم الشهير نقلا عن موقع بصراحة تم القبض على رجل الأعمال الشهير هشام الحازق بسبب تورطه في القضية الشهيرة إعلاميا بقضية الذهب الكبرى وبيتم التحقيق معاه في تهم ليها علاقة بشركة حمش مصر لمناجم الذهب دي شركته بتاعته ومعاه اتنين شركة يا جماعة واحد عضو مجلس إدارة وشريكه ريمون عيسى أو الاسم الشهرة بتاعه ريمون خلاف عايز أقول لكم إنه الحملات الأمنية دي على تجار الذهب إحنا كمواطنين بنستفاد مستفاد جدا لما الدولة تقبض على هؤلاء ها بيستفاد منها مين الشعب شعب المطحون وهم اللي عايشين في القصور والمليارات من قوت الشعب وانا طلع أقولها لإنه ده ممكن بيرجع لنا الأمل إحنا كمدارين وممكن الظروف تتحسن بالقبض على هؤلاء الناس منجم حمش فقط في آلاف الأطنان أكبر من منجم السكري على فكرة تخيلوا بقى منجم السكري ده اللي كلنا عارفين موضوعه وعمل ضجة القضية بقى اللي بتكلم عليها النهاردة أكبر بكتير من منجم السكري إيه ده إيه يا جماعة فيه إيه وده يخليني أقول لكم يعني من فضلكم خلي بالكم من مواضيع الدهب ومواضيع الدولارات بتاعت السوق السودة والتربح بموضوع الدولار لإنه بيدركم بيدر الناس بيدر البلد بيدر الشعب وعايز أقول لكم إنه القبض على رجل الأعمال هشام الحازق وشريكه أكبر دليل على إن مصر مصح صحة مصح صحة ومبتصيبش حقها ولا بتفوت لها فوتا ده إحنا معروف أسكى أجهزة هي أجهزة مصر جمهورية مصر العربية وما بقاش فيه محسوبيات ها؟ ما بقاش فيه إيه؟ محسوبيات والزبطيات دي بجد هتغير حالنا من حال إلى حال لإن الناس دي اللي عندهم اللي هم مكبشين عليه أقول لكم إيه؟ يحل جزء كبير تخيلوا من الأزمة اللي مصر فيها ممكن يحل مشكلة الدهب ممكن يحل مشكلة الدولار على فكرة الناس اللي نهبانا دي لو رجعت اللي هي نهباه هيتحل جزء كبير اقتصاديا لمصر وأنا بقى طالب كل الجهات المعنية تدقق في الخيوط كويس قوي عشان الناس دي ليهم خيوط كتير زي الإخطابوت بيتوغل ويتوغل بس أنا متأكدة إن ده مش كبير على أجهزتنا ترجمة نانسي قنقر